محافظة ذيقار تشهد تزايدا بعمليات الاستلاء على الأراضي المخصصة للمراكز الصحية والمدارس والحدائق العامة وتحويلها إلى مشاريع تجارية واستثمارية للمتنفذين الحزبيين منذ 2016 إلى 2019 و2021 هناك استحواذ على قطع أراضي وعقارات الدولة من قبل المتنفذين ومستغلين ضعف الدولة ونفوثهم بالدولة على سبيل المثال بناية تعود الأفرح كان من المخصصة أن تكون مركز الأمراض السلطانية بمحافظة ذيقار تم تحويلها إلى الموت كثير من المناطق التي يخطط للاستلاء عليها تهمل وتصبح مكبا للنفايات وبعد فترة يقوم المستثمرون التابعون للأحزاب بشرائها بأزهد الأسعار المدهش أن المسؤولين في ذيقار يقرون باستيلاء الفاسدين على الأراضي الحكومية لكنهم يرمون كرة الاتهام بملعب غيرهم ولكن المسؤولين الفاسدين استغلوها بسبب ضعف البلدية وفسادها وضعف الدوائر الدولة التي كانت تمتلك هذه الأراضي مثال بسيط العيادة الخارجية التي كلنا نعرف أن العيادة الخارجية هي لأبناء ذيقار ولكن تفاجهنا أن الأرض لا زارت مملوكة إلا البلدية عندما رفعت المشيدات قامت البلدية بالاستيلاء على الأرض وتدخر الفاسدين بأموالهم التي سرقوها من الدولة وأخذوها استحبلوها كمولات ما يجري في ذيقار هو صورة طبق الأصل عن ما يجري في المحافظات الأخرى حيث يتعامل المسؤول النافذون مع البلاد كأنها مزرعة لهم مسنودين بميليشيات تفرض وجودها بقوة السلاح